لدى تسلم السموها الدعوة لحضور الحفل الذي ستقيمه السفارة الكويتية بمناسبة العيد الوطني أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن العلاقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت وصلت إلى مرحلة جعلت من أفراح الدولة الشقيقة أفراحنا وإنجازاتها التي تبعث على فخرنا واعتزازنا كما هي لدى أبناء الكويت وقال سموه أن مملكة البحرين لن تنسى أبدا وقفات دولة الكويت معها في مختلف الظروف بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة فيما أكد السفير الكويتي أن حب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ينبض في كل قلب كويتي وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصة القضيبية صباح اليوم سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين حيث سلم سموه الدعوة لحضور الحفل الذي ستقيمه السفارة بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين اليوم الوطني لدى دولة الكويت وذكرى يوم التحرير السادسة والعشرين وأكد سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مدرسة يتعلم منها كافة أبناء الخليج قيم التعاون والأخوة والتواصل الذي يعلي نخب الترابط الخليجي بل يعلي نخب الترابط الخليجي مشيرا إلى أن محبة سموه رسخة في الكويت من قيادتها وشعبها لما يمثله سموه من قيمة عالية ولما يخصه لعلاقات مملكة البحرين بدولة الكويت من اهتمام خاص لتطويرها رسميا وشعبيا وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار العلاقات البحرينية الكويتية وما تشهده من نمو في مختلف المجالات والصعود مؤكدا سموه أن هذه العلاقات قديمة وأزلية ولها محطاتها التي تضيء تاريخ البلدين معربا سموه عن أمنياته لدولة الكويت بالمزيد من التقدم والرفع في ظل قيادتها الحكيمة ترجمة نانسي قنقر